الآن سأمر المرحلة الخياطة سأبدأ بالكل سأخيطه من الداخل دائما الوجه على الوجه لا يوجد فيه الوجه والظهر لديه بحل بحل ولكن لا أضع الوجه على الوجه سأخيطه من بعد سأخيط الوجه والظهر سأخذ سأخذ المرحلة سأخذ المرحلة سأخذ 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 اضع ثم سأخذ لذلك لا تتسرب سأخذ 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 سالك سنصنع الزبع سأخذ ه overwhelmingly اضع سالك شديد قبل أن نقوم بسوخ بيكاج سوف نجعل جهة الخياطة سوف نجعل جهة الخياطة سوف نقطع سوف نقطع سوف نقوم بسهولة سوف نقوم بسهولة سوف نقوم بسهولة سوف نقوم بوتخفض السون نقوم بسهولة سوف نقوم بسهولة ماهو نصير سوف نقوم بسهولة ولاده سوف نقوم بسهولة لنقوم بسهولة هذا الفكتس سوف نقوم بتقليب سوف نقوم بتقليب نقوم بتقليب سوف نقوم بتقليب هذا هو السوق بيكاج سوف نقوم بتقليب سوف نقوم بتقليب سوف نقوم pulling نخر سوف نقوم بتنفي Company نقوم بتقليب وأحاول لن مضافة سوف نقوم بتقليب ساعة 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 Daar ساعة الساعة سأعطي الكمام لنضيف المباشرة إذا لا نضيف المباشرة سأخيطان للصين نضيف المباشرة و أيضا نضيف المباشرة قبل ونهتم طريق أخذ هم طريق هو الطريق من خيط نضيف الكتاف كوتور انجليز ومن بعد نضيف الكتاف كوتور انجليز احده ان تخيط من الداخل اضع السبب يجب التوب من الضهر من الضهر من الضهر من الضهر من الضهر من اضع السبب سوف تحبط بشكل كبيرة وتضبط الضهر السابق و من الضهر سوف نضيفه قبل ان نبدأ الخياط خلط الخياط اضافة من الجهة اضافة تطوي نضيف المكينة نضيف المكينة انها تتبع لكم الطوية ديال الداخل وهذا هذا وبره هذا وليتيبان اذا تيجي مطويم فيني مزيان اذا سوف نخيط البلي ليدنا انتبتوهم بالخيط اذا هذه هي خيطها عايزة تباليكم من هنا خليت فيها هذه الفنيتة لان باش البلي ما يتحلش من لاقي الطرف الفوق هنمال تحتاني نبت البلي سوف نلاقي بالطرف الفوق هنمال تحتاني ولكن بكوتور انجليز يعني ذاك الخياطة المدفونة ها هو ديما ميشن بغي نخيط لا تحتاني ندير الوجه على الوجه في الخياطة العادية نعمل ندير الوجه الوجه بحال هذه الوجه ونخيط هذا هو الوجه تنحطو تشوف فيها الوجه مع الوجه بحالك وتنخيطو هذه الخياطة العادية تنزوزو من هنا اذا هالوجه وهذا وهذا الوجه نحن نخيطو تنخيطو كوتور انجليز ندير العكس اذا ندير الظهر تشوف الظهر هذا الظهر هو هذا وهذا الظهر الظهر ونخيطو تقريبا 0.3 سنتيمتر يعني 1 سنتيمتر نحاول نخيطو غير شوية لكي لا يأتي نأخذ نستارة ونشوف 0.2 أو 0.3 حسن سوف نخيط هذه التي سوف نخيطها هيا ندير ديمة يالي بونداغي نحن نسخيط ونخيط نحاول نخيط منقغاله بنفس العبار نفتعط الخيط هيا هيا نشوفوش نخيط نخيط تقريبا 7.3 سنتيمتر الذي يخيط سوف نقلب وسوف نخيط سوف نخيط سوف نقلب وسوف نخيط هنا هيا خيط سوف نقلب بهذا الشكل وسوف نخيط هنا سوف نخيط 0.8 سنتيمتر سوف نخيط تقريبا 0.8 سنتيمتر لأن لما كان لم يكن لم يكن لم يكن لم يكن لكي سوف نقلب سوف نخيط لذلك الخيط المدفونة تأتي جيدة جيدة قتل لذلك سوف نقلب من الطائر هذا القدام هذا هذا يوم 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 انتجي مزيان. بعد مجمعت جناب لالتونيك بلا كوتورة انجليز الكتاف بجوجهم. هذا هو مزيان. نضغط لهم كوتورة انجليز. سوف نضغط بقليه غير الغلي تحت. سوف نضغط بقليه غير الغلي. سوف نضغط للمرحلة الكل. سوف نضغط للمرحلة الكل. هذه اللافية التي لدينا. سوف نضغط على واحد لستيك. هذا الستيك. سوف نضغط على 8 سنتيمترا. سوف نصحق عن 8 سنتيمترا. سوف نضغط طريق 16 سنتيمترا و سوف نضغط على 16 سنتيمترا. سوف نقوم بقصدق 16 سم و نقوم بقصدق بقصدق بعد أن أقوم بقصدق 15 سم سوف تباليكم هنا الفنيتة الأولى وهذه الفنيتة الثانية و بالنسبة لقصدق بقصدق أخذت فيها غير سبعة ماشية ثمانية جاءتني كثيرة قلت نقص غير واحد حسن ها هو الاستيك تبالتو من اللور ها هو غايبان لكم الاستيك ها هو اللور الاستيك طيبان ها هو و دبا غنبدا نخيط أول حاجة غنخيط الاستيك من الفوق وغندير بوينداري و من بعد عد باش غنخيطه على طول و نفس الشيء اللي تلفه غنعود نديره لتحت صافي ها هو تبتو و دبا غنخيط الجالفة على طول ها غنرد البال ويشت جاء الوسط البراجات الوسط جاءت ضربة في هذا لما كانتش ضربة في ريخ سنين شوف ايه صافي ها ديك ضربة فيه زيان مرحة ها هو هذا هو و ها ننقص نذكر هذا هو الخيط لذلك اللاستيك هذا هو جاء لذلك نضرب ثم نضرب من خيط البراجات الوسط نضرب ثم نتأكد ده نوصلت للأخر سوف نقوم بعمل الوقلي ومن ثم نتجة النهائية